بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم متابعين قناة اتش اسبوت لايتس واربوا تكونوا دايما بخير وسعادة النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن برنامج الاوتو كاد برنامج الاوتو كاد هو برنامج من انتاج شركة اودو ديسك ولو منه اصدارات كثيرة جدا يعني تقريبا كل سنة بينزل تحديث او جديد البرنامج البرنامج هو عصب البرامج الهندسية ولازم كل المهندسين باختلاف تخصصاتهم تخصصاتهم يكونوا عارفينه ومحترفينه سواء بقى كنت مهندس مدني او عمارة او كاربا او حتى ميكانيكا لانه هو برنامج رسم عام بيستخدمه كل الناس او حتى لو ما كنتش مهندس ممكن تستخدم البرنامج وهنشرح النهاردة ان شاء الله شوية اعدادات بسيطة في البرنامج اه ما تيجي نتعرف عليها كده هنتكلم ان شاء الله ان شاء الله عن وجهة البرنامج انترفيس وايه الفرق بين وجهة البرنامج اللي هي بتاعت البرنامج اللي هي بتاعت البرنامج اللي هي اسمها والوجهة الاتوكاد كلاسيك كمان نتكلم اه ده اتكلمنا عن وجهة البرنامج وازا نحولها الى اوتوكاد كلاسيك هنتكلم كمان عن ازاي اظهر واخفي شريط الاوامر كمان نفاش كمان نتكلم عن ازاي نغير حلفية البرنامج هنتكلم كمان عن الكروس وهناعرف ايه هي الكروس وازا نغير حجمها هنتكلم كمان عن اعدادات الحفظ في البرنامج وازا نخل البرنامج مع الحفظة تلقائي اه كل فترة معينة كمان هنتكلم عن ازاي البرنامج ممكن ياخد نسخة اضافية اللي هي ويحفظها مع النسخة الاصلية هنتكلم عن وهنعرف ايه هي الاسناب ان شاء الله في الفيديوهات الجاية وازا يتغير حجمها او اللون بتاعها هنحن له ان شاء الله في الفيديو الجاية هنتكلم ايه dia الاسناب اللي هي الاند بوينت اللي هي دوات الالتقاط الميت بوينت والاند بوينت بكل الكلام ده والدجينت والنييرست كل الكلام ده هنتكلم كمان عن ونعرف ايه هي ونتكلم عن سيليكشن كالش نفتح ان شاء الله برنامج كده ونشوف كل الكلام ده. ده الواجهة الرئاسية او الافتتاحية بتاعة البرنامج. البرنامج بينزل معه تلات واجهات رئيسية. ايه هي? اول واجهة معنا اسمها اللي هي الواجهة اللي عليها البرنامج دي. اللي هي اسمها ودي اسمها دي الواجهة الافتاحية بتاعة البرنامج. تاني واجهة معنا اسمها تلات واجهة معنا بينزل بقى البرنامج اسمها ده هنيجي هنا ممكن نشوفه من فوق هنا او ممكن من هنا من الترس اللي في حسام ده هنلاقيهم برضو هما التلاتة هن. طب ايه الفرق بين التلاتة? ده اه عبارة عن الواجهة بتاعة الرسم ثنائي الابعاد في التوق دي. اه عبارة عن رسم ثلاسي الابعاد في اما عبارة عن نمزجة للمجسمات بس برضو في ثلاسي الابعاد اللي هي ده بالنسبة مقدمة بسيطة عن البرنامج زي ما هنا في البي دي اف. وان شاء الله بقى ارفع لكم البي دي اف اه في الديسكريبشن بعد اه انتهاء كل الابشنز لما اشرح كل الابشنز البرنامج. ابقى اه دي الواجهة للاستيقات البرنامج. ده المستطيل الاحمر ده اسمه وده الفرق بين. درافتينج اند نوتيشن وسري دي مودلينج. قلنا درافتينج اند نوتيشن وجرسية صناية الابعاد. سري دي سري دي سري دي سري دي سري دي سري دي عمل نمزجة للمجسمات سلاسية الابعاد. ازاي بقى نحول البرنامج الى اوتو كاد كلاسيك? هنشوف مع بعض ايه هو كل الناس بتستخدمه. عشان نحول الى اوتو كاد كلاسيك فيه تلات طرق بيوديونا لنفس القائمة اللي هنحول منه. اول طريقة هي طريقة من الترس ده هندوس على فيه طريقة تانية هنيجي هنا على قائمة مانيج. هندوس على انترفيس. الطريقة التلات هنيجي هنا في ونكتب سي يو اي. هتلع علينا القائمة دي. بتلت طرق اللي احطل الطرق اللي احنا شرحناها بيوديونا لنفس القائمة اللي زهرت لنا دي. هنيجي هنا على ونفتح الملف. انا نسمي الملف التالي اوتو كاد كلاسيك هبه ارفع ان شاء الله برضو في الديسكريبشن اكاد. ندوس عليك هنا. هنلاقي الملف نزل معنا هنا. بس نزل معنا فين في الترامز فيه. هناخده قبي. رايت كليك عليه هناخده قبي ونطلع على ونقف على ونقف على ونقل له تاكده نزل معنا اوتو كاد كلاسيك. لو جينا هنا فتحنا الترس ده. هنلاقي نزل معنا اوتو كاد كلاسيك او من فوق هنا برضو. هنلاقي اوتو كاد كلاسيك. نفتح ونشوف ايه هو الاوتو كاد كلاسيك. الاوتو كاد كلاسيك هو واجهة بسيطة جدا للبرنامج. اه كل الناس تقريبا بتشتغل بيه او بتحب تشتغل بيه. ودي اه الادوات والشرايط اللي بتنزل معنا. عشان نضيف اه شرايط او ننزل شرايط اخرى ندوس هنا على اي حاجة من دي ونضغط علامة صحة على شرايط اللي احنا عايزنا نضيفها. انا بحب اه اشتغل على كمان مرة ندوس على انكواري. كمان ندوس على مش مهمة دلوقتي. ممكن اه ندوس برضو على الاختار مسلا برضو. اه ده تقريبا اه الشرايط اللي انا بحب اشتغل عليها. ممكن تختلف للشخص بالتاني بيحب اشتغل على الادوات بتاعته اللي بحب اشتغل عليها. عشان نرتب القوائم ديت والاشرطة ديت كل اللي ما عليك هتيجي هنا عشر ردة وتسحبه كده وتحطه في المكان اللي انت عايز بالطريقة دي. طب لو حبيك تلغيه هتاخده كده تنزله تحت بعدين تدوس على علامة اكس. دلوقتي انت هضيفه الاشرطة والقيام وكل حاجة انت عايز انت عايز تعمل او حاجة اكتدر بيك انت تحفظها تشتغل عليها كل ما تيجي تفتح البرنامج. هتيجي هنا على ده وتقول له يعني احفظ الشكل بتاع البرنامج ده فيه خاص بيه ونسميه مسلا ونقول له دلوقتي انت حفظت الشكل ده على حبيك ترجع عليه الاشكال التانية مفيش مشكلة ممكن من هنا او الطرق التانية اللي احنا قلنا عليها او من هنا تضغط على الواجهة اللي انت عايز تشتغل عليها ده بالنسبة لوجهة البرنامج شرحناها وازاي نضيف الملف بتاع اوتو كاد كلاسيك هنا تلت طرق اللي جيبنا بيع القايمة دي ترانزفير بعدين خدناها قبي اه بالتفصيل هلا كل الملاق كل الحاجات دي في البيدي اف وهرفع لكم ان شاء الله زي ما قلت حنا جينا على ترانزفير بعدين قلنا اوبن بعدين فتحنا الملف بعدين خطناها بعدين زبنا الى بعدين عملناها وعارفنا ازاي نضيف القوائم والاشرات اللي احنا عايزين عن طريق على اي حاجة من دول ونختار القوائم والالوات اللي احنا عايزين نشتغل بها وكمان عارفنا ازاي اه نحفظه في خاص بنا وسميناه هو الشريط اللي تحت ده الشريط ده بيستخدم لادخال اوامر للبرنامج يعني مسلا عشان ترسم خط كده المتمكن من البرنامج دايما بيستخدم شريط ده لازم يكون حافظ اختصارات الاوامر ويدخلها على الشريط ده ويشتغل بسرعة فائقة على البرنامج ممكن برضو تشتغل من هنا الشريط ده برضو فيه ادوات الراسل ممكن برضو من قايمة درو وتختار الحاجة اللي انت عايز ترسمه او مضيفائي او غيرها من القوائم ولكن اه زي ما قلت المتمكن من البرنامج او اللي عايز يبقى محترف في الاوتوكاد لازم يحفظ او يعرف اختصارات الاوامر اللي اكتبها في القوائم ده فرضا انت دوست 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 على الاكس ده والخطر الشريط وحبيت تصديره تاني هنديجي هنا على وتدوست على اختصارة كونترول زي التسعة من الكيبورد ده بالنسبة لالكوماند لاين نصديره ونخفي زي ما موجود كده في البيدي اف نيجي على خلفية الشاشة الشاشة او الواجهة اللي انتوا شايفينها منقسمة الى حاجة اول حاجة اللون بتاع الادوات والقوائم اللي فوق ده زي ما انتوا شايفين اللون هو ابيض واللون بتاع شاشة الرسم لو حبينا نغير اللونين او نغيرهم اه البرنامج في اه لونين للادوات او الشرايط اللي فوق ده اللون الابيض والاسود وده بتختلف من شخص للتاني واللون بتاع اه شاشة تباسمي ده ممكن غيرها لاي لون عشان نغير الخلفية هنيجي هنا على على اي حد تفاضيع في البرنامج ندوس اوبشنز ده طريقة الطريقة التانية ممكن نيجي هنا من علامة الواتوكاد اللي فوق دي وندوس اوبشنز من هنا ده تاني طريقة طالت طريقة نكتب زي ما قلنا عايز تباسرية وتحفز اختصارات الاوامر وتكتبها هنا في الكماند لين هندوس او بي اختصار اوبشن وندوس انتر هنيجي هنا على زي ما قلنا هنا وندوس اللي هي اللي هي لون الشرائط اللي فوق دي والشرائط الجانبية والصفلية واللي على الشمال هنا لو جينا ندوس نظرك مسلا لاحز حضراتكم اللون هتغير لللون الاسفر زي ما حضراتكم شايفين طيب احنا عايزين نغير الشاشة او اللون بتاع الحلفية بتاعة شاشة الرسم هنيجي هنا على وندوس نختار اللون اللي احنا عايزين مسلا نخلي سيان اعز حضراتكم طائرات لسيان بي حيب ترجع لكل واحد وبيحب ازاي اشتغل على البرنامج والعين اه بتستريح لأي لون انا من عن نفسي بحب اشتغل على اللايز وعلى اه لابيض لا اسود طبعا انا بحب اشتغل على اه لا اسود فيه الناس هنا بتحب اشتغل على الابيض يعني يعني الغالب لابيض لا اسود انا بحب اشتغل على الاسود بالشكل ده ده عارفنا ازاي نخير خلفية الشاشة بتاعة البرنامج وخلفية القواب اللي فوق طيب اه الموس او الصليبة دي اللي هي اسمها اللي هي التقاطع ده وفيه ما بينهم اه اللي هي بتتحرك دي وفيه ما بينهم مربع اه صغير كده ده اسمها لو عايزين نغير حجم الكروس اير ده هنيجي هنا على اوبشنز برضو ادي الكروس اير صيص ونخليه مثلا تسعة وعشرية وندوز اوكي لاحز حضراتكم اتغيرت لبعات حجمها ازل طبعا دي بتريع برضو لكل واحد وبيحب اشتغليه فيه الناس بتحب تشتغل مية في المية وفيه الناس بتحب تشتغل تبقى زغيرة وفيه الناس بتحب تبقى كبيرة انا على الناس بحب اخليها مية في المية دي خاصة بالسجمينتس او السموثنس بتاعت اه الارتس بمعنى لو جينا هنا خلينا دي مسلا خمسين ودوسنا اوكي وجينا رسمنا دايرة لاحز عدراتكم لو عملنا زوم هنلاقي السموثنس او الدايرة عبارة عن سجمينتس قطع مكونة للدايرة عايزين نغيرها ونخلي السموثنس كبيرة يعني كل ما كبرت الركب دا كل ما كان افضل خليها مسلا ست تلاف لاحزة عدراتكم اللي هيحصل في الدايرة بقت السموثنس بتاعتها الى اه يعني ايه نعومة اه مفيش فيها سجمينتس او قطع بدايرة بتاعتنا بقت السموثنس بتاعتها دا بالنسبة هنا بالتفصيل قلنا هندوس على اي حتة في الشاشة بعدين نجي على نختار اللون بتاع الشاشة اللي فوق او القويب والاشريطة بعدين هنيجي هنا ندوس على ونختار اللون بتاع شاشة ايه اتكلمنا على وازاي ايه هو ازاي مضحات الهجمين وهو مغير الحجم بتاعه وتكلمنا برضو على بتاع او بتاع الدوائر والحقيقة دي نيجي على دلوقتي انت شغال على البرنامج وفجأة راح النور قطع لو انت شغال على ديسك طوب مسلا شغال على طوب وجي الجهاز هنج منك او منظر ما تعمل ل الملف بتاعك عشان نغير الاعدادات دي هنيجي هنا على برضو ولكن هنا هنخش على قيمة لاحظ هنا في حاجة اسمها هو بيقول لك هنا عايز تحفظ الملف بتاعك على اي اصدار للاوتوكاد طبعا احنا بنقول لما يكون اه كل ما يكون اصدار بتاع الملف قديم كل ما يكون افضل ليه لانك لو مسلا حفظت الملف على اوتوكاد الفين وعشرة وجيه اه دلوقتي واخدت واحد جيبي فلاشة وراح واخد الملف بتاعك وهو عنده اوتوكاد الفين واربعة مسلا هي يفتح الملف مش راضي يفتح هيحصل فيه مشكلة لانه الاصدار اللي عنده اقل من الاصدار اللي انت حافز عليه الملف فيستحسن تخلي صيغة الملف او اصدار قديم جدا لوقتو كاد الفين في هنا حاجة اسمها هو يحفظ لك الملف بتاعك كل قد ايه او الوقت الفرق ما بين كل حفظ والتاني قد ايه مسلا نص ساعة او ساعة على حسب كل واحد ما بيحق في هنا حاجة اسمها هو انه هياخد نسخة من البرنامج يحفظها مع الملف الاصل في هنا حاجة اسمها برضو الابليكيشن منيو الابليكيشن منيو دي مكتوب خمسة لو دوسنا اوكي كده وجينا هنا فتحنا هنا جده هلاقي وجينا عدينا هنا اا فايز خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هم اخر خمس ملفات انت فتحتهم لو دي لو جينا مسلا غيرناهم خليناهم سبعة وجينا تاني فتحنا لاحظة حضرتكو دي روبة من سبعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة دي انت حر او انت براحتك فيها زي ما تحب تصدر اخر عدد الملفات انت اشتغلت عليها اخر مرة اوكي في طريقة تانية برضو ممكن تحفظ عليها الملفات من غير ما اه تخش اتعدل لسيف اس بتاعت الوبشن هتيجي من هنا كده وتعمل سيف اس على طول هنا برضو بيخيارك عايز تحفظ الملف على اي اخدار قبل ما تحفظه على عكس الوبشنز اللي جوه وهنا طبعا هتسميه وتحفظه ما فيهاش اي مشكلة ده بالنسبة لسيف اوبشنز هو الاعدادات بتاعتها كلها زي ما حضراتكم شايفين في البي دي اف كل حاجة شرحة بالتفصيل وبالصور نتكلمنا على واتكلمنا عن الاصدار او البرجة اللي نحوة في البرنامج كامل نتكلمنا على او العدد الملفات الحديثة او اخر خمس عدد معين من اخر عدد معين من الملفات اهنا حفظنا نتكلمنا على ودي اه حاجة بتوضح اه التعريفات او كل حاجة من دول بيعملوا ايه طبعا الحاجات دي بتبقى موجودة في اي برنامج اللي هي تفتح فايل جديد اوبن هتفتح اه نيوت هتفتح مشروع جديد اوبن تفتح فايل من على الجهاز والسيف والسيف از برضو كل الحاجات دي بديهية لأي حد بتكون موجودة في اي برنامج نيجي على اولا ايه هو الاسناب دي هي ادوات الانتقاط ايه عن ايه ادوات الانتقاط احنا عندنا مثلا خط زي ده وده نتكلم عنه بالتفصيل في الفيديوهات الجاية ان شاء الله لكن هناخد نبزة مختصرة ده عندنا خط زي ده عايزين نجيب منتصف الخط ده او الاند بوينت بتاعت الخط ده فينا حاجة او الداير هنا نكتوب على اسناب كورد لو دي اسناع عليها انها كل ادوات الالتقاط هنا الاند بوينت اللي هي نهاية او بداية الخط هنا الموت بوينت منتصف الخط السنتر لو دايرة وباقي الانترسيكشن تقاطع وباقي الحاجات دي هنتكلم عنها في الفيديو الجاية ان شاء الله لو جينا هنا وقفنا كده على الخط ده هنلاحظ في مربع اصفر ظهر نكتوب عليه اند بوينت احنا عايزين نغير حجم ولون المربع ده هنيجي هنا على ونيجي على هدي المربع بتاع الاسناب الاصفر عايزين نكبر حجمه او نصغر حجمه من هنا عايزين برضو نغير لونه من هنا ندوس على ونغير لونه من هنا سيان سيان هنيجي ندوس ونختار الحجم اللي احنا عايزينه بتاع الاسناب واللون بتاع ندوس كده لو جينا كده حبينا نرسم لاحظ حضراتكو اه تغير للون السيان وبقى حجمه كبير اوكي نرجعه تاني لحجمه الطبيعي ونغليه باللون الاصفر زي مكان ده بالنسبة ده بالنسبة لالسناب عنينا حاجة سماعة ده حضرتك لو جيت رسمت مثلا مستطيل كده كمان مستطيل كمان مستطيل اي حاجة ولو جينا اخترنا المستطيل ده كده لاحظ حضرتكو بعد ما اخترناه ظهر الاختيار بداش زي ما حضرتكو شايفين الاختيار بداش احنا عاد مسلا عادين نخلي الاختيار ده سورد هنيجي هنا في ونكتب الامر ده اللي اسمه سيليكشن لاحظ حضرتكو هنا مكتوب سفر سفر ده اللي هو يظهره بالداش احنا مسلا عادين نخليش رد بدر الصفر هنكتب واحد ندوس اوكي لو جينا دلوقتي اخترنا سبنا قدينا لاحظوا عدراتكو وده المكان داش بقى ده بالنسبة ده داش افتر سيليكشن هنا هندوس سيليكشن افكت في الكماندر انا نقوم نغيره لو هو سولد واحد نخليه سفر وعدين نخليه داش والعكس صحيح طيب لاحظوا عدراتكو احنا بنختار كده مفيش لون او مفيش على الرسمة اللي احنا اخترناها يعني ايه الكلام ده يعني لو جينا هنا دوسنا على وفي سيليكشن برضو نيجي على كامل سيليكشن ونعمل علامتين صح على دول ودوسنا اوك لو جينا حضراتكو لاحظوا حضراتكو في لايت بيظهر على الرسمة لايت خفيف كده بيظهر على الاختيار او التحديد اللي احنا حددنا عليه هتبان اكثر لو خليناها بألوان مثلا ده سيان وده مثلا نخليه المجين ده كده نخليه سيان نخليه مثلا اصفرش ومغير مثلا اللي هينوت بتاعه نخليه حاجة بالمنزر ده لاحظوا حضراتكو لما نيجي نختار ملاحظ في بيحصل على السيليكشن لو حبينا نشيل ده او اللايت الخفيف بيحصل على السيليكشن بنشيل علامة الصح دول لو حبينا نشيل اللايت اللي بيحصل على السيليكشن او التحديد ومبنيجي نختار اي حاجة بنشيل علامة الصح من على الاختيارين دول لاحظ عدراتكو نشيل اللايت من على السيليكشن اوكي رجع بس السيليكشن نخليه زيرو تمام ده بالنسبة اللي هو يعمل لك على الرسمة اللي انت اختار خفيف عن طريق هنا حاجة بعدين نشيل علامتين الصح من على الاتنين دول لو انت عايز تشيل اللايت عند الاختيار في حاجة اسمها يعني ايه الاتنين دول الصريبة بتاعت الشكل ده اسمها بيك بوكس ولما تيجي بتختار حاجة بنلاحظ بيصار لك علامات زرق ده اسمها العلامات اللي ظهرة حضراتكو ده اسمها المربع اللي في نص الصريبة القروس اللي احنا اتكلمنا عنه ده اسمها لو عايزين نغير احاجاتهم هنيجي هنا على اوبشن زي بردو المرة دي نجي على سيليكشن ده اللي احنا اتكلمنا عنه مسلا هنخليه هنا كبير مية في المية وهنا مسلا هنغير اللونه اللي اكون احمر كدلك هنا اغير له اللون بتاع احنا غير له اللون وحجمه وبقى لونه احمر. ده بالنسبة لجريب صايد. نرجعه متاني بس الاول. نحل ده ازرق. هنا ده يبقى معقول. حاجة بالمنظر. ده بالنسبة لجريب صايد. والفارق. ما بينهم وارفنا ازاي نغير بتاع عن طريق جريب. طيب. حضرتك لو ماسك الموز كده وبالكليك الشمال. يجي تحدد بيحدد بمستطير. سواء دنتك ضغط او بضغطة واحدة. في حاجة اسمها هنا. ده بيعمل تحديد. عن طريق. يعني بتختار الحاجة اللي انت عزيزها عن طريق الحركة بالماوس. يعني ايه الكلام ده? يعني حضرتك. هتيجي بالماوس كده وتضغط ايه. تك الشمال كده. لاحظ عدرتك بيعمل تحديد عشواء او تحديد معين بالماوس. زي ما عدرتكو شايفين. لو عادين نشيل بقى التحديد ده. او نخلي كله تحديد بالمستطيل. هنشيل علامة الصح من على طيب دلوقتي احنا عملنا هنا مستطيل تاني كده وجينا نختار المستطيل ده ونختار كمان الرسمة دي هنلاحظ اللي اختار من على المستطيل الاولاني طب عشان نختارهم دي اتنين نعمل ايه عندو مع احنا بنختار الحاجة التانية لو دوسنا كده هنلاحظ اختار الاتنين اما من غير ما ندوس وجينا اختارنا او حددنا الشكل التاني هنلاحظ شل الاختيار من على الشكل الاولان طب عايزين نشيل خاصية دي ونخليها لما نيجي نختار نختار من غير هنيجي هنا وهنا بيقول لك اه عشان تضيف او اختيار او تحديد جديد لازم تدوس على احنا نيجي هنا ندوس او نعمل من على لو دينا كده اختارنا الشكل الاولاني من غير ما ندوس برضو اختارنا الشكل التاني هنلاحظ اختار الشكل يبقى هنشيل اه علامة الصح من على ونختار اي اشكال احنا عايزينها من غير من دوس شفت ده بالنسبة للاختيار او التجنب الاختيار بهذا الشكل وهنا برضو اتكلمنا عن الشفت اللي هو لو عايز اضيف شكل من غير من دوس على شفت الله هنشيل علامة الصح من على الشفت كل ده هندرك تحت ايه نيجي على دلوقتي احنا لما بنيجي نختار من اليمين للشمال بيجيب لنا اه مستطيل بلونه اقدر ولو جينا اختارنا من الشمال لليمين مستطيل ازرق الفرد ده بين الاختيار من الشمال لليمين ومن اليمين للشمال من الشمال لليمين لما بيتقاطع مع اي شكل او رسمة بيجيبها كلها يعني الاحظ حضراتكم هنا هو اقاطع مسلا النص المستطيل المجين ده اللي هو البنبي ده ونص المستطيل اللي هو نصفل لو دوسنا او سيبنا ادينا هنا على الموز او اختارنا هنلاحظ دينا اختار المستطيلين كلهم طيب لو جينا هنا عملنا اختار كل حاجة متعلقة او متصلة ببعضها داخل المستطيل اللي هو الاخضر ده يعني اي حاجة بمثال المستطيل اللي اخضر ده بيجيب على عكس الاختيار من الشمال لليمين يبقى الاختيار من اليمين للشمال بيجيب كل حاجة داخل او بتمس المستطيل الاخضر غلما اختار من الشمال اللي يبقى لاحظ عبراتكم احنا هنا دوسنا هنا كده ايه على الخط ده لاحظ تم اختار الخط ده فقط طيب بالمستطيل اللي ازرق يختار اللي جوه الخط بس لو جينا عملنا نفس الحركة ولكن باستطيل الاخضر هنلاحظ اختار كل ما يمسه المستطيل الاخضر لو حبينا نغير الوان بدعة دي هنيجي على على وندوس هنا درجة او الشفافية بتاعة الاختيار اللي احنا عايزين هو يفضل يكون مسلا صغير من 20 ل30 نخلي احنا عشرين وده الالوان اللي احنا عايزين نشتغل به اي لونين انت عايزو يفضل نسيب الالوان ده بتاعة البرنار لو حبيت تغير اللونين دول يعني اصفر لاحظين اتغير اللون الاصفر نرجعه الاخضر تاني وها كزا ببدأ الوباسيتي والالوان بتاعة السيليكشا ده بالنسبة للاختلاف ما بين الاختيار من الشمال لليمين ومن اليمين للشمال وعرفنا الفرق ما بينه وانا ازاي نغير الالوان والاوباسيتي الشرفية لتاعة السيليكشا اخر حاجة هنتكلم عنها هي و هنتكلم اول حاجة على الشريط اللي تاعة ده لو عايزين نظر او نفي اي حاجة فيه لحد ما نتكلم عن الحاجات اللي فيه فيه استيشن اجيها ان شاء الله ونعرف اوظيفة كل واحد هنيجي هنا على التلات على الشريطة دول وندوس عليها عايزين نخفي او نظر اي حاجة من دول ندوس عليها مسلا عايزين نخفي اللي هي اول اختيار ده او تاني اختيار هندوس على نلاحظ عبرتك اختفت ما عادش فيه عشان على الجيحة تاني ندوس على لا بالنسبة لا والتحكم فيه الظهور واختفاء الايكونز اللي موجودة تحت دي وان شاء الله في استيشن جاهزة ما قلنا هنشرح كل واحدة بتعمل ايه لا بالنسبة في حاجة اسمها الجريتز ايه بقى الجريتز دي الجريتز دي عبارة عن شبكات ازا محظاتكم شايفين بيقسم شاشة الرسم الى مجموعة من الجريتز الماجر والمينور لوح حبينا نغير الاعدادات بتاعت الجريتز دي هنا بيقول لك يعني كل خط رئيسي كل خمسة مربعات سوارين يعني نعد هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بعدين لو جينا مسلا نخليها هنا وليكن عشرة والمسافة دي خليناها واحد وهنا واحد في الاكس والوعد ندوس اوكي كده لاحظ حضراتكم مربعات المينور كبرت والميجور بقى كل عشر مربعات لو جينا هنا عندنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة لو حبينا نظر او نفي بيقول لك ندوس على العلامة دي او على اف سبعة او على اف سبعة صح عشان نغير الاعدادات بتاعة دي ده بالنسبة ل وعرفنا ازاي نغير الاعدادات بتاعتها زي ما موجود هنا كده بشتر في حاجة اسمها هو اعطاء صمك لاي في الخطة ده كده عايزين نديله صمك او نزود الصمك بتاعه ولا يقل مسلا كده لاحظ عدلاتكم الصمك هنا اتغير لو جينا شدنا علامة الصحة من ان هو دلوقت له صمك بس مش باين لاحظة عدلاتكم هنا تمانية من عشرة ملي بس مش باين عشان نظهر الصمك ده مندوس على حاجة اسمها ندوس على كده يظهر او يخفي الصمك بتاع اي ده بالنسبة في حاجة اسمها هو الرسم بشكل متعمل انت دلوقتي بنرسم او واحدة بنرسم في اي اتجاه وباي زوج عادي نخلي البرنامج يرسم في الاتجاه الافقي ورأسي فقط ندوس على علامة التعامل دي اللي هي الارثة ارثة جمنا ليه ندوس على كده لو جينا رسمنا هنلاحظ ان هو ما بيرسمش غير افقي ورأسي فقط لو جينا حاولنا نعمل خط مالك ده مستحيل لعمل خط معي ده بالنسبة للارثة واختصاره اف تسرة اف تمانية ازل واختصاره اف تمانية من الكيبر ده بالنسبة للاينويت زرع مصر بصمكية وده بالنسبة للارثة ورأسي فقطوط افقي ورأسي وده حاجة اسمها بيتي اوبشن وده خاصة باااا السرعة بضعة البرنامج وان يكون خفيف قال لك الفيديو اوبشن دي بيقول لك افتقدم هذا الامر في حالة عدم الربع في اظهار فصائص الزوم ولا تكون مؤسرة بشكل كبير في الرسم 3D ولكن لا نحتاجها في الرسم 2D لتقليل من سرعة الزوم وبالتالي تخلي البرنامج سريع معنا اي الامر كله ان احنا نجي هنا في ونكتب ونشيل علامة الصح من على الثلاثة دول كده لقنا اا خاصية الزوم في دي وعشان البرنامج يكون سريع معنا اا فيه هاي اسمها الديناميك ايه بقى الديناميك دي لو جينا هنا اظهرنا الديناميك امبول ليه علامة ازائتي الديناميك لو جينا كده اسمنا او لما يجي ندوس على مسلا هنرسم لايل لاحظ عدراتكو في اا بيقول لك وبيديك الحدود او الابعاد للخط اللي انت عايز ترسم بيه هنا بيقول لك دخله قطور مسلا خمسين دخلت له قطور بيقول لك اا عايز ترسم خط تاني وليكن عشرين طب عايز ترسمه بزاوية مسلا تسعين هندوس على علامة التاب عشان ينتقل لقسم الزوية او تعريف الزوية لاحظ عدراتكو هو الشاشة البيضة منها من عشرين هتنتقل للمية خمسين هندوس على علامة التاب لاحظ عدراتكو وندخلوا الزاوية اللي احنا عايزنا ده بالنسبة للديناميك ايه بقى الديناميك بتدخلوا اا البرامترز بتاعة اا العنصر اللي انت عايز ترسمه تاني كده مسلا رسمنا هنا خط كده بطول تمانين وبزاوية بطول مسلا تمانين هندوس تاب عشان ننتقل للزاوية لاحظ عدراتكو هنا هننتقل الى الواحد وثلاثين ونقول له مسلا بالزاوية خمسة واربعية لو جينا خط هنا اخدنا امر لاين وفقين كنا وجينا هنا قسنا الزاوية دي هنلاقيها خمسة واربعية عشان نلغي الخاصية ديت او مش عايزين نشتغل بيها ما تقرفناش كل شوية هندوس هنا على علامة ازاي دي تبقى او نكتب دي اي سيتنج او عن طريق داينامك اي عون سواء احنا عايزين نرسمه وازاي نشيل اه الداينامك ندوس على علامة ازاي دي بحيس تبقى او نكتب او عن طريق ونشيل علامة الصح من على الاتنين دول وكده نكون انتهينا من السجن الاول في برنامج الاوتوكاد اتكلمنا عن بعض الاعدادات البسيطة في البرنامج ونشوفكم ان شاء الله في السجن الجاية والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة